اشتركوا في القناة نتمنى لكم انا وابونا جورش رايحة كل المحبة والخير في هذا الزمن المبارك من زمن الميلاد وعاد الله عليكم يا ربي بالصحة والسلامة والفرح والسعادة وتحقيق الامانة فنتمنى انه هذا العيد يحمل الفرح ويحمل المزيد من الايمان المزيد من التفاؤل المزيد من الرجاء في هذا الزمن ونحن طبعا ما مننكر انه هذا هاي السنة كانت صعبة كتير على معظمنا وعلى كل الدول اللي عانت من جائحة كورونا الدول اللي بتعاني من اضطهادات سياسية الدول اللي بتعاني حتى من مشاكل اقتصادية حروب ازمات حكومات طالعة وحكومات نازلة مشاكل لكن رجاءنا دائما في الله كبير انه ربنا رح يرحمنا ربنا رح يفرج علينا وربنا معنا مدام نحن معه هذا هو ايماننا وهذا هو رجاءنا وغير هيك صعب كتير الحياة من دونه فاليوم الحلقة عن الاعجاز في التجسد الالهي رح يكون معنا اتصالات ايضا ورح يكون كمان معنا اخبار اخرى رح نحكيها في خلال البرنامج لكن بالبداية ناخد البركة والصلاة خاصة نبدأ فيها هذا البرنامج او هاي الساعة اللي رح نكون فيها معاكم ونصبع عليكم نعطي البركة ومن ثم نبدأ بموضوعنا وايضا نبلش بعدين بالمواضيع الاخرى فصباحكم نور ابونا نبلش معزنا المشاهدين صباحكم نور وان شاء الله تكون ايام ميلادي مجيدي على الجميع نبدأ مثل ما تفضلت الدكتورة نبلش به صلاة باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يتمجد ويتقدس اسمك ايها الرب والاله لتفتح قلوبنا كمغارة تلد فيها طفلا متجسدا تملأ حياتنا هذا اللهوت العظيم لهوتك يا رب نحن سوتنا نحن البشر يا رب نعمك الالهية تجسدت انت ايها الاله العظيم بكل تواضع كي ترفعنا الى مستواك الالهي قدس نفوسنا قدس اجسادنا فرح العالم خصوصا المشردين والمتعبين نصلي الاجل الصحة والعافية للجميع ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الاب وشاوكة الروح القدوس فلتكن مع جميعكم امين امين يا رب يا رب امين امين يا ابونا وابل ابونا ما ناخد اتصالنا مع ابونا معنا اتصال مع ابونا فرح حجزين وايضا مع ابونا فادي هلسة ونبدأ بموضوع التجسد الالهي والاعجاز في هذا المعنى لما نقول تجسد فتخبرنا ابونا تعطينا المقدمة بينما الشباب يحضروا الاتصال مع ابونا فرح يعني بس نحكى عن موضوع التجسد لازم الواحد يفتح الانجيل على يحنى في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله نعم الكلمة المتجسد اخذ بداية ناسوته من مريم العضراء نعم لكن ليست هذه هي بداية الكلمة كما يخبرنا القديس اغسطينوس نعم لانه هو مولود غير مخلوق نعم يعني لم يأتي زان ما لم يكن فيه المسيح موجود المسيح من البدء وهنا يحنى يؤكد البدء اللي كانت موجودة بتاريخ كتابة انجيل يحنى كانوا يحكوا انه الجسد مو حقيقي جسد يسوع المسيح اللي اخذو يعني كان جسد ممجد من لحظة ما نولد من مريم وهنا الكنيسة اثبتت عكس ذلك لانه ولد ولاد الطفل وعاش بجسد ملء الجسد الانساني شابه الانسان في كل شيء ما عاد الخطيئة اذا لماذا التجسد الالهي؟ ليش ربنا يترك عرشه وييجي على الارض عند الانسان من دون كل هالكواكب اللي موجودش ويش معنى يخصها دول الجماعة؟ الجواب بكل بكل علم وبكل بساطة هو انه لفداء البشرية السبب البشرية اخطأت في ناس بحكي انا شو ذنبي ادم وحوة هم اللي اخطأوا انا اليوم كمان لو اكون محل ادم بدي اعمل نفس بدي اعمل نفس الاشي ويجانا شوية انتقادات من الحلقة الماضي لما انا حكيت انه الله ليش طردهم بس اكلوا من معرفة شجرة معرفة الخير والشر عشان خشية رب الاله ان يأكلوا من شجرة الخلود ويقعدوا ظلهم بلطين نعم هذا يجانا بقولوا ايش عملتوا يا نورسات عملتوها شجرتين بشجرة واحدة احنا بشجرة واحدة مش خلصين نعم عملتوها شجرتين وموجود بتكوين منجاوب هدول الاشخاص وابونا جاء بالجواب اليوم من تكوين سفر التكوين 23 الاحاب يرجع لها ويشوف القصة واضحة نعم لا لبسة فيها نعم نعم يعني ما فيها اي لبس وفعلا كل شجرة كانت رمزيتها لحد اليوم في ناس بحبوا يزرعوا شجرة على اسم ولادهم يعني بيجي مثلا بيجي طفل بالعيلة او حفيد بيجي ويزرعوا شجرة بس يكبر الولاد بيكبروا مع بعض هو والشجرة بتصير اي هو بس يكبر يهتم فيها نقول هاي انزرعت يوم ميلادا نعم في هاي الخصوصية اللي ركز عليها القديس فرانسيس الاسيزي ما بين الطبيعة وما بين الانسان هذا التناغم والجاذبية الشعرية هاي بين غزل كل الشعراء والغزل بكل الكتاب المقدس حاضرتك حكيتي المرة الماضية عن سفر نشيد الاناشيد اللي كله فعلا غزل في هذا التناغم بين الانسان والطبيعة اين يرى الانسان الجمال بشبه جمال البشر في جمال الطبيعة يعني من هون كمان ابونا جاءت ججرة الميلاد ليش من زينا هي من شجرة لانه الميلاد المسيح هو نتيجة الخطيئة اللي هي شجرة المعرفة الخير الشرق والشجرة اللي اكلوا منها ادم وحوى وأخطأوا تجسدوا المصالحة وتم الفداء الاتصال جاهز الشباب يخبروني فمعنا ابونا فرح صباحك نور يا ابونا كل عام انتم خير صباح الأنوار كل عام انتم خير والمستمعين والمشاهدين بخير الله يسعدك يا ابونا شكرا لإلك ودائما انت حاضر معنا في كل حلقاتنا يعني جزء من حلقات اوقات احنا نكون في معنا ضيوف لكن الوقت كان يداهمنا لازم نطلب من نور سات يعطونا اكثر من ساعة يصيروا ساعة ونص ان شاء الله على السنة جديدة فصباحك نور ابونا واليوم احنا وانت حضرتك كنت باختيار العنوان اللي هو الاعجاز في التجسد الالهي فما معنى كلمة الاعجاز في التجسد الالهي وما هو الاعجاز الذي تم في عملية الفداء والخلاص فضل الله نسمعك رايح اركض على رحالية ليلة الميلاد نعم بابعادها الروحية وابونا جورج ما شاء الله موجود عندك وهو من الله يخليك يا ابونا تلاميذك احنا الله يخليك يا رب تلامي يا رب اذا في مشكلة الميلاد نعم مرة اخرى في ليلة الميلاد المباركة ننشد هذه الكلمات نعم والكلمة صار بشرا وحل بيننا نعم هذه الكلمات التي لا يفهمها ولن يفهمها الا المسيحي والمسيحي المؤمن الهنا صار انسانا هذا الاله الذي ارتعد موسى عند رؤياه هذا الاله الذي ارتعب اشعيه عند رؤيته وشعر ببعته امام عظمته فالصرخ قائلا وين لي قد هلت لان رجل دانس الشفتين لقد رأت عيناي الملك رب الجنود ونحن في هذه الليلة المقدسة نرى المسيح ولا نخافه لانه صار شبيها بنا وسكن بيننا في ظلمة الليل وسكينته ولد المسيح طفلا في مغارة بيت رحم ومن منا يخاف من طفل ومن منا لا يحب الطفل عندها دوى صوت الملائكة لا للرعب والفزع بل يبقى ليناس البسطاء برعاة غنم الخبر الساق الفرح العظيم لمولد المخلص لا تخافوا قال الملاك للرعاة فأنا لو أبشركم بطرح عظيم يقول لجميع البشر إنه قد جلد لكم اليوم مخلص وهو المسيح الرب في مدينة داود لماذا أتى المسيح؟ لم يأتى المسيح في رحلة صياحية إلى أرضنا ليأخذ بعض الصور التذكارية ثم يعود إلى أبيه السماوي فالأثرة مهمة في رسالة وهي خلاص العالم من الخطيئة خلاص كل واحد فينا من الخطيئة لم يشاء أن يولد في قصور الملوك حيث الضياب الناعمة والرفاهية هو الذي جاء ليخلص الإنسان من كبهياء الخطيئة بتواضعه بل ولد فقيراً ومتواضعاً في مغارة ليست له ليكون صديقاً لمن لا مأوله حتى أصبح الفقر علامةً يعرك بها كما قال الملاكل الرعاة هذه علامة لكم أنكم تجدون طفلاً ملقوفاً مضعاً في مدرد ولد فقيراً لا يملك ذهباً ولا طفة ليكون صديقاً لمن لا مال عندهم عاش متنقلاً لا بيت له لا ترير ولا مكاناً يسلد إليه رأسه ليكون رفيقاً للمشردين من بيوتهم وبلادهم وما أكثرهم في هذه الأيام ولد في مغارة ليست له ودفن في قبر ليس له ولد وعاش ومات بلا خطيئة ليكون صديقاً للخاطئين وهذا هو الهدف الذي من أجله صار شبيهاً بنا وسكن بيننا لا محبة في سكن بيوت من حجب ولا محبة لميقامة في الأوالي الذهبية فالدنيا وما فيها هي ملكه وهو خالقها فالجاء كالراع الصالح بحثاً عن الخروط الضال فلا يفتاح حتى يجده وأنت أيها المسيحي هو الخروط الضال فعد مع الراع الصالح إلى حضرة الخراب حيث السلام والطمانينة فالجاء كالأب الذي ينصدر عودة ابنه الضايع لا يهدى له بال ولا يعرف السرور إلا يوم يفرح بعودة الضال وأنت أيها المسيحي هو الابن الضايع فعد إلى بيت أبيه لألا تهلك فلنقدم له هذه النفوذ وإن كانت شبيهة بمغارة بيت لحم ينقصها كل شيء ينقصها المحبة الصادقة لله ينقصها المحبة الصادقة للقريب ينقصها حصل الصبحية في سبيل الله وليس فيها إلا ما في مغارة بيت لحم من كبن الصبحية واللا مبالاة في الأمور الدينية وحيوانات الشهوات تتصارع فيها ولكن كما أن مغارة بيت لحم غفن حقارتها أصبحت بمولد المسيح من أشهر المغر وأجبالها كذلك تصبح نفوسنا عندما نقبل المسيح فيها ذات قيمة تفوق كنوز الدنيا ولكي يحرر المسيح من عبودية الخطيئة فقد دفع الثمن ودفعه غالية من مولده حتى ما ماته فلا نستهينب نفوسنا ونتقعت عن العمل من أجل خلاصها إنكم لم تعتقوا بالثاني من القبة أو الذهب من صيرتكم الباطلة بل بدم كريم دم الحمل الذي لا عيب فيه ولا دنس أي دم المسيح يقولنا القديس فطرس في رسالته الأولى لم يحيى المسيح على الأرض إلا من أجلنا من مولده حتى ما ماته مع أنه لم يكن بحاجة إلينا ونحن لنطرع على أنفسنا هذا السؤال لمن نحيى في هذه الدنيا ولماذا نحيى نحيى فقط من أجل مصالحنا الثانية فهذا لا يليق بنا نحيى فقط من أجل أن نجمع الأموال والأملاك ونترفها لمن يأتي بعدنا فهذا أيضا لا يليق بنا نحيى فقط من أجل عدد المحدود من السلين أيام الأحزان فيها أكثر من أيام السعادة وهذا أيضا لا يليق بنا نحن الذين خلقنا المسيح لحياة أبدية يجب أن نحيى المسيح كما عاشه ويعيش في الأسرار والكنيسة من أجلنا نحن الذين بحاجة إليه فلنبحث عنه ما دام تعطيت لنا الفرصة نتعرف عليه ونسرع إليه ونحبه ونفلمه في شخص قريب الفقير والمتألم والخاطئ فإذا دعانا المسيح ليه كما دعا الرعاة فلنسرع إذ حيث سنجد مخلصنا وإذا أباء لنا المسيح بنعمة الطريق كما أباء النجم الطريق المجوس فلنسرع وراءه فتصل بنا النجم إلى المسيح وهنا مع مريم العضرام والقديس يوسف لنجد لمن هو الطريق والحق والحياة وكل عام والجميع بالك خير وبارك فشكرا لإلك وصباحك نور أبونا وكل عام أنت بخير نتمنى لك يا ربي عيد مبارك نعم أبدع أبونا يعني سبحان الله كيف العبارة لم يأتي المسيح للسياحة على الأرض أتى للأجل الفداء جميل الكلمات تفوى فيها أبونا نعم حلو بيذكر للناس قبل العيد أنه في فرصة لكل واحد فينا يفتش أكثر عن يسوع ويخدمه أكثر بمحبة أكثر بهالأجواء الجميلة حقيقة أجواء الميلاد هي يعني إذا جاز التعبير شاعرية نعم يعني فيها عاطفة قوية فعلا أبونا إذا بتشوف بعياد الميلاد كيف الإنسان بيكون أكثر حنان وعاطفة تجاه الآخرين بتشوف الأفلام اللي بتنحط إن كان على نتفلكس أو على تلفزيون بتعطي هاي الأفلام كلياتها لما بتحكي عن أفلام العياد الميلاد دايماً بتدعو للإنسانية محبة الآخرين العطاء الخير حتى كمان بين المثلاً اللي ما بيحكوا مع بعض بين الأم وبنتها بين اللي مقاطعين كل السنة ما بتتواصلوا مع أهليهم بتلاقيهم بوقت الميلاد بحنوا فبتلاقي بوقت الميلاد بتذكروا إنه هذا الإنسان اللي تجسد ترك كل العرش الملوكي بالسماء وإجا على الأرض يعني بتحس إنه نزل السماء على الأرض عشان يترجيهم جمال هالملكوت وعشان يطلعنا معهم عشان يطلعنا معهم يعني بمعنى آخر وإذا المستمعين بيسمحوا لي إني أحكي هذا الشي بعباراتي البسيطة الخاصة اللي دايما إحنا منحكيها ربنا بالسماء كان يعني هو ينظر للشعب الخاطئ وزادت خطيته زادت شهواته زادت معصيته أكتر وأكتر أكتر من خطيئة آدم يعني للي إنت حكيت في البداية أنا شو دخلني بخطيئة آدم عشان أتعذب هذا العذاب فإحنا منعمل أكتر من خطيئة آدم يعني نحنا منعصي ربنا كل يوم مش سبع مرات لا سبع مرات سبعين مرة عم نخطي يعني هذي اللي نذكرت في الكتاب المقدس نخطي في الوصايا العشر اللي ربنا أعطانا إياها لا تقتل لا تكذب لا تزني ولا تشتهي ولا واحفظ أيام لحد ما عم نحفظها احفظ أكرم أباك وأمك ما عم نكرم يعني أعظم وصية كمان عطانا إياها المحبة ما منحب الآخرين فإحنا هذي خطيئانا إيش مقابل خطيئة آدم وحوة يعني هو عصوا ربنا بس إحنا عم نعصي ربنا كل يوم وكل لحظة فلما منحكي منقول أنا شو دخلني نعم أنا شو دخلني لكن أنا إذا بدي يعني أنظر لنفسي وأنظر إلى القدى الذي في عيني طبعا إحنا ما عم نلوم الآخر لكن لما بطلع إني قديش أنا عم بزرح يسوع قديش عم بزرح ربنا قديش عم بخالف وصياء قديش أنا مبتعدة عن ربنا خلال حياتي فبطلع بلاقي إنه خطيئة آدم أنا عم بعملها مليون مرة أبدعتي دكتور أبدعتي في الحقيقة وضعتي يدك على الجرح كيف دكتورة؟ هي خطيئة آدم وحوى هي عدم المحبة ليش؟ الكتاب المقدس شو بحكي ربنا؟ بحكي الذي يحبني يحفظ وصاياي وآدم وحوى ما حفظه وصاياي فمن هنا أنت بتحب شخص بدك المعزها يترجمها على أرض الواقع يعني دائما القديس يعقوب بركز على هاي الفكرة اللي بيجيك بدق عليك الباب بدك تقول له بصلي لك يروح نام أوكي صلي له بس كمان دك تفتح له الطعمين بدك تعطيه فهي بالنهاية كبرياء الإنسان عدم طاعة الله هي كسر لوصية المحبة لأنه واضح يسوع اللي بحبني بيمشي بكلمتي أبونا بصراحة كمان مؤخرا كنا في مشاهدات كثيرة الإنسان بتصير يتدمر ويعطي أعذار لنفسه أنا مش ملاقي أكل أنا أولادي إذا ما اشتغلت ليلة نهار 24 ساعة ما بياكلوا ما في خفز أطعميهم ما في قصاد مدارس أدفع لهم الحياة صعبة العيشة صعبة الفقر عم بزيد البطالة عم بتزيد الوضع الاقتصادي بالبلد عم بسوء ومن أسيئ لأسيئ 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 هل بتعتقد أنه ربنا مش واعي لهاي الأمور مضبوط أنا يعني إجت يعني هيك فكرة عندي من عند ربنا يعني دائما أنا بقول إنه هاي إلهمات ربنا لأنه إحنا قديش إحنا من نقرأ من الكتاب المقدس دائما يعني بصلواتنا وأنا بقول بشكل متواضع يعني ممكن إحنا من نعملش ولا إيش من إحنا ممكن نكون خطأ أكثر من الآخرين لكن ربنا حب ييجي بشكل هالإنسان الفقير بمغارة يعيش بإستبل حيوانات الدفي من أنفاسهم يعني هذه الصفة اللي أعطانا إياه إلى هاي الصورة اللي إحنا توارثناها إنه في مغارة واضيعة كان ممكن يجينا ملك وكان ممكن يجينا حشم وخدم وبأبها ويمل على العالم كلها الرخاء والحياة الرغيدة بس هالهي السعادة هون كان إجا فقير معدم أبوه بيشتغل نجار يعني عم بيكسب قوته بعرق جبينه عشان يطعم يسوع اللي كل الممالك بملكها وكل المال والمصاري إجا يعيش عيشتك أنت يا فقير اللي بتتدمر مش راح تروع على الصلاة ما عم بتتصلي لأنه أنت مش فاضي عندك شغل بدك تطعمي ولادك مين بده يطعميهم ومين بده يربيهم ومين بدهم يكبرهم ومين مدارس يصرف عليهم إذا ما اشتغلت أي صلاة عم تحكو أي كنيسة بدي أروحها أنا مش فاضي أحكراسي يعني يا ما عم نسمع هذه التدمر وإجت آخر شي كورونا كمان تزيد الطين بله ويقولنا كمان إيش بدك يعني أمراض طب بتروحوا على المولات وبتروحوا على التسوق وبتروحوا شوبينج وبتروحوا يعني ما بتخلوا وبتشتروا من السوبر ماركت أكل وشربوا إلى آخرية شو يعني الفرقة تروحوا على السوبر ماركت أولا تروحوا على الكنيسة تصلوا هالساعة ساعة بالأسبوع يعني لما منروح على الكنيسة ملاقيها فاضية أنا ما تأخذوني أنا إحنا في بلد عم نعيش هون بلد إسلام عم نشوف الجوامع يعني أنا ما بعرف هالإيمان اللي عند الأشخاص بالشتاء بالمطر علشان التباعد عم بلاقي المصلين المؤمنين بالمساجد بالساحات على أرصفة مفترشين الجرايد يركع عليها نحن عاملين بالكنيس صاروا يحطوا مبطن المحل المراكع مبطنة عشان ما يوجعوا ركبكم والمقاعد الخشبية الآسية عم بحطوا عليها اسفنج علشان ما يوجعوا ظهوركم وإنتوا قاعدين على البنوك كل هذه الرفاهية تدفئة بالكنيسة موجودة الأجواء الإيمانية الزينة الحلوة اللي عم بتزين كنائسنا بالشجر الميلاد بالمغارة بالأضوية بالشموع بهالروحانية بهالصور اللي بتجسد الإنجيل المقدس إن كان الأيقونات أو بالتمثيل كل هذا موجود في الكنيس شو اللي بيمنعكم تيجوا مرة بالأسبوع طاطوا هالساعة من وقتكم لربكم يسامحكم على خطياكم يشتشكروا على النعم اللي أنتوا فيها شو الغلط أو شو المانع كورونا حط كمامتك وامضي واتكل على ربنا استعمل معاقمات بقولك استعمل معاقمات أنت عم تيجي على شغلك وعم تيجي بتروح بتشتغل وبتروح بتدرس بالمدرسة بتروح على الجامعة وفي تجمعات شو اختلف التجمع بالمدرسة ولا بالجامعة ولا بالسوبر ماركت عن التجمع في الكنيسة الكنائسنا فاضية وخاوية بحجة كورونا أو بحجة الوقت يجا يسوع يتجسد كالفقير ويعاني معاناتك يا الفقير وبالرغم من كل هيك علمك وعطاك قال لك المحبة محبة الآخر خدمة الآخرين اسمع كلامي ما تتعب أنت ربنا بيدبر ثق في ربنا ربنا بيدبر ما بيتركك إذا أنت معاه من إنسان كان مع ربنا وخسر ما في تاويخ الكتاب المقدس تاويخ كله أعطيني يا أبونا إن كان في عندك بالكتب قرأت عن إنسان كان مع ربنا وخسر في حياته إلا إذا هو اختار زي يهوذة إلا إذا هو انتحر إلا إذا هو أما من عند ربنا يقطع الحبل ما هاي التاويخ موجود وحتى تاويخنا المعاصر كل واحد فينا أعزائي المشاهدين إذا عم بيسمعنا الآن كل واحد فيكم فيه إلو اختبار خاص مع رب يسوع المسيح فيه إلو قصة شخصية فيه إلو مواقف سواء بسيارته بمشي اتعرض لمشاكل بحياته الزوجية فيها يعني ما في إنسان إلا تتعرض بحياته إلى هزات إلى مواقف صعبة بحياته يسوع اتعرض يا أبونا اتهجر كان بده يقتل راح على مصر وعاشوا في مصر منعرفش العيش اللي عاشوها في مصر كيف كان فيه مسار بمصر مسار اللي هو العائلة المقدسة اللي بيصحله يطلع على مصر ويمشي هذا المصار يعني نبدأ أروجه سياحيا لمصر وأيضا عنا هون المصارات في الأردن برضو كمان ليسوع المسيح وكمان رسالته المسيحية فقبل ما ناخد اتصال أبونا فادي هلسة بلاش نتأخر عليه نحنا اعذروني إذا أنا نفعلت في كلامي لكن لما بروع على الكنيسة وبشوف الكنائس خاوية من المصلين في حجة كورونا وعدم التجمعات ولما بروع على المول ولا بروع على التصاوق وبلاقي الناس يعني باكتظاد هناك فبحكي شو الفرق بحكي يعني بتألم أنت عم بتشكيلي بتقولي همك بتقولي أنا معدم فقير بحاجة بعطي طب اذهب إلى الكنيسة وارمي همك على السيد المسيح بالكنيسة زي ما عم تحكيلي عم تحكي للخوري وبتحكي لصاعة صديقك ولا بتحكي لجارتك ولا بتحكي عم تشكي همك أو همك اطلع على الكنيسة اطلع على الكنيسة صلي لربنا اضوي شمعة هناك وقلقي همك عليه وهو رح يفرجها ربنا ما يعني ما بيرد إنسان عم بيطلب منه أي طلب يعني عم بحكي بقول الأب إذا ابنه طلب منه حاجة ولا طلب منه شغلة ما بيرده كيف أبانا السماوي الإله كيف يردنا كيف يصدنا أو يعطينا عكس ما نريد أشكر ربك ونشكر الله على نعمه ونشكر ربنا على هاي الكمان اللي هديقي لأعطانا إياه هو ابنه نزلوا تيعيش حياتك أنت يا فقير ولا عم تشكي من حياتك وشكي من وضعك أنت إنسان متهد وإنسان فقير إنسان معدم إنسان مش عم تلاقي تأكل ربنا بيدبرك فناخد الاتصال من أبونا فادي بلاش ينطر أكتر صباحك نور أبونا صباح الورد دكتورة الله يساعدك يا رب صباحك نور يا أبونا الحبيب صباح الخير أبونا الحبيبي هلأ نظري خلينا يا كل عام تبخير شكرا الله إليك على المكالم معنا في وجودك معنا في هذا الصباح ونحلك كل عام أنت بخير يا أبونا وأنتوا جميعا بألف خير وشكرا لك تابعتك وتأملاتك في السلسلة الجميل المعبرة الروحية اللي مننقلها عبر صفحتنا وعبر موقعنا نور ساد جوردن وأنا بتشرف أنا بتشرف بالتأكيد شكرا لإلك يا أبونا تسلم تسلم أبونا إحنا معك وكل المستمعين على التلفزيون وعلى صفحتنا على النورسات المباشر معك يصغونا إلى كلامك الروحاني فكلنا أذان صاغية فضل أبونا أهلا وسهلا فيكم وبشرفني في هذه الأيام المباركة أني أكون معكم ونتأمل في هالسر العظيم هالسر العظيم اللي تم بحسب الرسول بولوس عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد قد تكون معجزة معجزة البلاد معجزة لا يعبر عنها وخرقت كل نواميس الطبيعة بنشوف احنا بنردد آية في من سفر أشعية سبعة أربعطاش هل عذراء تحبل وتلد ابنا يدعى اسمه عمانوئيل فالصرح القديس متى الله معنا بنقرأ هذه الآية دون التأمل في مضمون هالعظيم اللي يصعب تصديقه هالعذراء تحبل وتلد الواو هون باللغة واو العطف بمعنى العذراء تحبل والعذراء تلد هذا أمر خارق لم يتم ما سمعت فيه بشرية عذراء غير مرتبطة برجل تحبل وتلد هنا كلمة الله الأزلي غير المحصور الموجود مع الآب والروح القدس منذ الأزل وأزل الأزل لما حال ملء الزمان أخذ من دماء العذراء الطاهرة جسد وحل بيدنا المخلص المخلص في تأنسه بحسب القديس أثناسوس الإسكندري وهو أفضل الآباء اللي كتبوا عن سر التجسد المخلص بتأنسه تمام عملتين العملية الأولى هي المحبة برفع الموت عنها حكم الموت حكم أزلي طرد آدم من الفردوس انفصل عن الله فكان هذا هو الموت الروحي لكن بتأنس المخلص رفع عنا حكم الموت بمعنى الموت الروحي الانفصال عن الله وأعادنا في اتحاد كامل مع الله بمحبته لأنه اللي فاقف الوصف الثانيا جددنا بإعلان نفسه وإعلان بشرية الكاملة بأنه شابهنا في كل شيء ما عدى الخطيئة بعض ضعاف العقل تصوروا أن الله الذي حل بيننا بالجسد أصبح محصور بالجسد وأن الأماكن الأخرى البعيدة عن الجسد أصبحت خالية منه أو أصبح العالم محروم منه ومن عنايته وتدبيره لكن ما يدعو إلى الغرابة أنه وهو الكلمة الذي وإن حواه الجسد فهو يحوي كل الأشياء ولو حواه الجسد هو يحوي المحبة والتدبير والعناية في كل الكون بمعنى أنه ولو حلت الجسد إلا أن تدبيره للعالم كله ما زال كما هو هو حاضر في كل الخليقة كان يتميز عن سائر الكون بجوهره جوهره إحنا رح نشوف للك الميلاد طفل مضجع في مذون لكن هل فرغت السماء وفرغ الكون من الإله بسبب انحصاره في الجسد بالطبع لا هو حاضر في كل الأشياء بقدرته وهو الظابط الكل وعنايته بالكون وفي كل شيء هو ولو انحصر في الجسد هو واهب الحياة لكل شيء ولكل الأشياء هو يملأ الكل دون أن يحده سجن الجسد تجسد هو وصار مثلنا وشبهنا في كل شيء ما عدى الخطيئة تجسد هو لكي يدخلنا معه إلى النور الإلهي غير المخلوق هذا النور اللي حرمنا منه بتعدي آدم وترده من الفردوس فنصبح هكذا متألهين أي نشترك مع الله في النور الإلهي هذه معجزة عظمى بحد ذاتها أنه إحنا المجدرة غير الموجود الترابيين نصبح مشاركين مشاركين للإلهيات ومشاركين في النور الإلهي آمين يا أبونا كلام جميل السلام أظهر نفسه في جسد حتى يعطينا فكرة عن الآب المنظور اليهود عبدوا إله ما بيعرفوه ولا بيعرفوا صفاته لكنه بولادته بالجسد أعلن إلا صفات الآب غير المنظور وأعلن لنا صفات الروح القدس إحنا ولو بنشوفه في المغارة طفل هون نقطة مهمة لو بنشوفه في المغارة طفل إلا إنه بغير انفصال موجود في ذات الوقت في السماء مع الآب ومع الروح القدس احتمل من البشري الإهاني منذ ولادته نعم وكان يستطيع أن يفنيهم كان يستطيع أن يفني هيرودوس اللي حاول قتله إلا أنه وهو الإله الخالي من كل فساد والخالي من كل ألم نرى المسيح الطفل الذي يغتذي من العذراء لبنا وهو المعطي كل حي إنسى طعامه في حينه هو هذا الطفل قد أطل الموت وأخذ الشيطان وحلت النعمة بدل اللعنة وأباد الحزن ومنح الخليق القيامة هذا الطفل قد خلص آدم وأعاد خلقة حواء هذه كلها معجزات عظمى متضمنة في معجزة التجسد الإلهي الله صار في الجسد الله ولو إنه انحصر في الجسد إلا أنه مالء الكل وهو كنز الصالحات ورازق الحياة هو المعطي كل حي طعامه في حينه هاي مجمل تعملات الآباء القديسين في عظمة سر التجسد الإلهي آمين يا أبونا كلام جميل جدا أبونا بنحب نعتذر منك الاسم طلع كاهن رعية الروم الأفلوكس في أدر وهو الصحيح في الرب لذلك بنعتذر منك ولاش يزعل أبونا مدانات لا هاي 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 أكيد مو بيننا الله الخطأ المطبعي مردود وحضرتك انت وضحت الأمور الله يخليك أبو ناش إذن هاي معجزات التجسد الإلهي حلو حلو جميل ما تكلمت في معجزة التجسد الإلهي وربطها في أن خطيئة آدم وحوى خطيئة آدم وحوى والتجسد الإلهي في النهاية أعطانا أمل في حياة جديدة وربنا لما إجا في مغارة وضيعة عشان نعيش حياتنا نحن الوضيعة اللي دايما نحن منتدمر منها في حياتنا على الأرض فإحنا منشكرك يا أبونا على هذا الكلام الجميل والربط الجميل اللي ربطوه لإلنا فشاكرين لإلك ونتمنى لك يا ربي عياد مباركة والمزيد من العطاءات والمزيد من التأملات لنورسات وأيضا أنت محبتك يعني كبيرة في نورسات وعلى الفضائية وعنا على مكتب الأردن يا ربي السنة هذه تحمل الخير والبركة للجميع ولجميع العائلات وسلامنا كمان لأهل الربة طبعا اللي بيعرفش الربة هي محافظة الكرك في جنوب الأردن نعم شكرا أبونا يعطيك العافية العفو شكرا جزيلا لكم شكرا إلى كل عام أنتم بخير وأنتم بألف خير بعد الشرح المطول والعميق الرحاني العميق من أبونا بحب أحكي من كلام القديس اللاهوتي الكبير القديس جريغوريوس بحكي كل اللي شرحه أبونا وكل اللي تعلمنا عن سر التجسد في النهاية بحكي السر كبير جدا مهما شرحنا لكن يدرك الباقي في الصمت نعم بالتأمل الله يكشف عن ذاته اللي يكون على علاقة معه طويلة بس بالبداية أنت لا تستطيع الإنسان أن يكشف سر الله نعم نحن نقول سر التجسد الإلهي بمعنى بمعنى أنه هاي هي علامات حسية الأسرار هي كلياتها هي علامات حسية للأشياء اللي لا حسية اللي ما منقدر ما منقدر إحنا نضوق اليوم ونتحد مع يسوع المسيح بدمه وجسده بذبيحة الصليب اللي صارت والفداء وعمله كله ولكن في القداس نعيد يعني إحنا بعيد الميلاد ما منعمل سفنير ذكرى زي أعياد ميلادنا لا إحنا بنعيش الحدث لذلك زي ما تفضلت إذا ما صليت إذا ما تناولت إذا ما استعديت لهذا اليوم بنحسبه زي باقي الأيام وبنهتم ليش قال ما بدأت يجي تصلي مشان الأكل العشل تاع العيد نعم أن ندخل في جوهر العيد هو بالكنيسة هو بالاحتفال بالأسرار بهاي العلامات الحسية الملموسة اللي بنشوفها قدامنا وهي اللي بتفوتنا بهذا الاتحاد شوفي قديش محبته إنا ربنا قديش حط إنا الأسرار بدون الأسرار وتخيل لو إحنا ما عنا سر الاعتراف مثلا نعم بيظل إنسان خاطي ملبت بخطايا بتكوى بعفر من نفسيته من جوه ما بالك لو ما عنا سر المناولة كيف نم يتحد مع يعني كل ياتها مسحة المرضى الكهنونة الزواج يعني كلها ربنا حطها في بوتق هاي الأسرار السبعة كلها يحطها يعني بيفوتنا فيها وبنطلع على أسرار الفداء بنطلع على التجسد الإلهي هذا الاتحاد العظيم مع ربنا والنهاية كله ليش يتجسد لأجل المحبة مع ربنا وسامحنا عن خطايانا وإجابة كل تواضع صالح السماء مع الأرض والأرض مع السماء لماذا تألها لماذا تجسد عفوا لماذا تجسد المسيح مشان يقله الإنسان نعم يرجع لصفته لأنه مع خطيئة آدم وحوا فقد الإنسان الصفة الإلهية اللي كان معطيها آدم ربنا لآدم يعني هو آدم عندما عمل الخطيئة وسقط فيها وربنا حكم عليه في الموت والموت يعني الموت الجسدي والموت الأدبي والموت الروحي فبولادة يسوع المسيح نحن أعاد لنا الحياة روحيا لكن بقيت أنه الموت الجسدي والموت الأدبي كمان نحن بيكون في الخطيئة إذا استمرينا في عمل الخطيئة نحن مننفصل عن ربنا إراديا وبإرادتنا ننفصل عن الله في الخطيئة ونموت جسديا لكن كمان إنه الموت الروحي في يسوع في ولادة يسوع المسيح أعاد ربنا الموت الروحي وأحيانا ليعطينا كمان نحن في النعمة الصفة الإلهية اللي وصفنا فيها يسوع عندما خلقنا لأنه نحن في خطيئة آدم وحوى نحن فقدنا صفتنا إن نكون على مثال الله يعني لما ربنا أعطانا إن نكون على صورته ومثاله اللي هي الخالية من الخطيئة ومتى سقطنا فقدنا هذه الصورة فكيف يعيد لنا الصورة من جديد لما نروح نرجع نولد روحيا ويسوع هذا هو السر الإلهي في التجسد عشان ويرجع لنا الصفة الإلهية التي خلقها الله للإنسان فأبونا إحنا بالنسبة لموضوعنا معجزة التجسد الإلهي أد ما حكينا الإنسان نفسه إذا ما حط حاله يقرأ في الإنجيل المقدس حادثة ميلاد يسوع المسيح ويصر إنه يلاقي شي جديد ما بيعرفه كان إحنا كل مرة منقرأ الإنجيل زي المرة الماضية لما يسوع لما أبونا جورج حكى إنه ربنا عنده شجرتين فجابها من سفر التكوين وفي نص كامل إنه في شجرتين فجر شجرة معرفة الخير والشر وشجرة الخلود الخلود نحن 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 نطلع من هذا البرنامج نقول إنه نحن حضرنا برنامج صباحكم نور مع باسمة سمعان وأبونا جورج الشرايحة وأنا قررت بهذا العيد إني أطلع أصلي رح أترك الأكل ورح أترك الشوپنج ورح أترك المشتريات وكل الالتزامات تبعية العيد وأروح أكر الساعة أروح على الصلاة فيها التسعويات الساعة ستة أو الساعة سبعة شوفكم الكنيسة قديش أي ساعة التسعويات اللي تحضر ليوم الميلاد ويوم الميلاد بيجي أصلا ليلة العيد بتيجي يوم جمعة يوم العيد يوم السبت فكلكم رجاء تروحوا تصلوا ورح تشوف كيف تتغير حياتكم نحن في هذا العيد يعني نورسات مكتب الأردن يعني هلأ بنرجع من نحي نشاطاتنا ونتكلم قليلا على مكتبنا معنا تقريبا عصر دقايق نحن لازمنا مستمرين طبعا في عطائنا في مكتب الأردن النورسات في لبنان بتعمل التاليثون كل أسبوع أو كل يوم وعم تجمع تبرعات الوضع الاقتصادي تعبان لكن نحن إيماننا ثابت في ربنا أنه ربنا ما رح يتركنا لأنه هذه رسالة الإعلام رسالة نورسات رسالة المحبة والسلام والطلاقي رسالة من عند ربنا وإذا كانت هاي الرسالة مش من عند ربنا خلنا نسكر ونروح لكن أنا مؤمنة أنه 32 سنة هالفضائية مفتوحة ووقفة على قدميها بالرغم من كل الأزمات اللي مرت فيها من كل حتى التفجير أو خاصة التفجير الأخير اللي صار بستوديوهاتها لكن ستقف من جديد نورسات لأنها رسالة ربنا على الأرض أيضا من خلال الإعلام من خلال التكنولوجيا الحديثة لأنها بتنشر كلمة ربنا فما بعتقد أنه ربنا رح يتركها هذه المحطة طبعا بوجود أناس وأيدي بيضاء قادرة أنها تساعد وأكتر ما أثر فيه نحن في الأردن عملنا يا نصيب وقدر يا نصيب البطاقة بدينار يعني كل إنسان بقدر بالكنيسة توزعت البطاقات والدفاتر في الكنيس واقفة أنا في كنيسة في يوم الأحد بجانب الأبونا وجاءت امرأة بسيطة وعرفت بساطتها يعني ما تأخذوني من لباسها ومن وضعها العام وقدمت هالدينار تتشتري بطاقة يا نصيب وكانوا يعني تخجلت منها قلت لها لا معلش قالت لي ليش تحرميني العطاء أنا من قلبي عن بعطي هذا الدينار بدي أشتري بطاقة خجلت منها واتضيقت إنه أنا هيك تصرفت لكن ذكرت وقتها فلسل أرملة عن جد عشت فلسل أرملة ولما ربنا والجميع طلعوا إنه هادي بدها تعطي هالدينار من كيسة يعني إشي بسيط بدها تشتري لأ ضبوا لإلها تعطي لأولادها لسا أولى يعني النورسات ممكن حدا ثاني يساعدها لكن هي بتقولك أنا نورسات حياتي بالبيت أنا بشغلها 24 ساعة المسبحة الصلاة الأداس كلمة ربنا عم بسمعها فأنا بدي أشارك كمان بأزمة بس هذا اللي بقدر عليه الدينار أعطي له هاليا نصيب قلت له هذا الدينار هو اللي راح يرجع نورسات وطلق نورسات ونور نورسات يرجعي شعع من جديد لأنه من هذا الدينار من هذه المرأة اللي بحس وبحكي عنها إنها هي غنية غنية أغنى من أغنياء العالم في روحها وإيمانها وهذا الدينار اللي ريحطي بركة لنورسات ويعطي طبعا إحنا ما رح نحكي اليا نصيب رح يظلوا موجود متواجد في كنايسنا على بواب الكنيس اسألوا الكاهن عن اليا نصيب إذا بتقدروا تساعدوا لبنان وتساعدوا مكتب الأردن أيضا في هالدينار تشتروا بركة يا نصيب رح طبعا في النهاية رح تفوزوا فيه طبعا فيه جوائز ممكن مش هلقدة يعني قيمة مش سيارات وشاء وفخمة الله تكون من نصيب الأصحاب الحظ لهاي السنة يعني فنحط هالدينار وما نبخل النورسات فيه تاربنا نخلي هالمسيرة تستمر وهي الرسالة تستمر ومثل ما بتشوفوا كمان في على الكامتر هون إحنا عاملين مشروع سلتي وكان هذا من ضمن مشاريع اللي سويناها خلال كورونا اللي هو السوق الافتراضي عملنا بازار لكن كمان الأشخاص اللي ما أدروا كمان إنهم يجوا على البازار عشان خوفا من كورونا والاكتضاد عاملين مشروع سلتي ولازم في هذا المشروع اللي بحب يوصي خاصة من بلاد برة اللي حابب إنه مش قادر ييجي على الأردن اللي يجي يزور عائلته إنه يهدي هدية نحن عنا في كمان توصيل للي بحب يوصي الهدية لعيلته لأحبابه لأصدقائه التواصل عبر صفحتنا وفي عنا صفحة باسم بزار الرحمة وهو كمان رحمة للأشخاص اللي عم بيشتغلوا هاي المنتجات مثل البسكوت والكعيك والشكولاتة والكيك الكريسماس كيك فيها والسلة ملفوفة بشكل مناسب وطليق في أحبابكم وفي أصدقائكم اللي حابين تهدو أصدقائكم فيها وأيضا كمان مقدمين شبيبة الأردن للدراما المسيحية ترنيمة جدا رائعة هلا في نهاية البرنامج رح نحطها شباب بس خبروني عشان ما يروح الوقت لنضع الترنيمة الجميلة من أداء المرنمة هلشحتيت وأيضا كان من إخراج جوني جبرة وشبيبة الأردن الدراما المسيحية وأصدقاء النورسات وهي الشبيبة اللي دائما يعني أنا بقول دراع مساعد ومحب لنورسات لأصدقاء النورسات في عملها فوعدونا الشباب أنه يعطونا ترنيمة منتاج فيديو كليب كل شهر إن شاء الله وحسب المناسبات فعادي من ألحان وكلمات الشبيبة وأيضا إخراجهم وممكن يكون بشكل بسيط لكن تم التصوير في بعض الأماكن في الأردن اللي فيها الأسواق الميلادية في الفحيص في جبل عمان في البزارات المقامة والأطفال اللي قاموا في الترنيم كمان هم أطفالنا أولادنا وبناتنا من العائلات الكريمة اللي ساهمت في هذا الإنتاج فشكرا وإلهم ويعطيهم العافية على هذا الإنتاج الآن ستنعرض هذا الفيديو كليب كل أشخاص الموجودين معنا اليوم على صفحتنا على النورسات بنصبح على الأشخاص اللي عم بيشوفونا من أفريقيا يعني اليوم على غير العادة أخوري من أفريقيا عم بيصبح علينا وعم بيشاهدنا لقيت اسمه موجود بقول لي أنا من كنيسة أفريقيا كل أشخاص اللي على البث المباشر صباحكم نور فردا فردا ما مش عادري أحكي للكل مين اللي هو الأبونا اسمه بول أو قسيس أو بول ملوك ويل وهو من كنيسة في أفريقيا السودان سوري أوه السودان ما هي أفريقيا صباح الخير أبونا أنا من جنوب السودان أهلا وسهلا فيك بالأراضي المقدسة صباحكم نور للمشاهدين جميعا اللي بأميركا أيضا وبأستراليا كمان السهرانين يسمعونا صباحكم نور جميعا أهلا صباحكم نور للأشخاص اللي على التلفزيون كمان اللي بيشاهدون على التلفزيون على البث المباشر وعلى صفحتنا نورسات جوردان أهلا معادل النمري والسلمان وأيضا البشارة مسلم الأراضي المقدسة بشارة نحن ناطرينك هذا الأسبوع لنقل قدس من بيت لحم بشارة مسلم كمان هو مراسلنا مع مرلين الحدوى بساعده بعض في التصوير بشارة بالفنيات ينقلوا النبث مباشر من بيت لحم من كنائس بيت لحم جميل جدا لأدديس بشكل مباشر من الأراضي المقدسة شكرا يا بشارة على محبتك وعلى عطائك كمان وخدمتك للنورسات طبعا هو عم عم بقدم هذا الشي تبرع منه في هذا العطاء ربنا يباركك بكل عملك ربنا يبارك الجميع نتمنى يا رب أعياد مباركة للجميع في هذا العيد المبارك يا أبو نصر لنا كمان إحنا مرت هالسنة علينا أنا وإياك في هذا البرنامج صباحكم نور كل يوم ثلاثاء من الساعة تسعة للعشرة يعني هذي مسيرة هذا أعجاز وإنجاز في إيجاز عن جد هذي مسيرة قديش يعني عصرنا وقديش مشينا مع الناس ومناسبات وهلا إحنا جايين على الميلاد إن شاء الله تغطيات أخرى في الميلاد إن شاء الله إنه ما نكون أصرنا هاي السنة في تغطياتنا من نورسات الأردن أخبار الكنيسة في الأردن كل عائلات الكنسية وأيضا مستمرين معاكم في تغطيات الميلاد بأدديس الميلاد من كل مكان رح نكون من كل الكنائس إن شاء الله رح نقولها وأيضا كمان في عندنا بعد الميلاد راس السنة ومن ثم الغطاص واحتفالية الوحدة لا بعدين منبلش بالزمن الفصح فهذه كمان رزنابتنا نحنا في نورسات الأردن بحي كل العاملين في نورسات من فنين مصورين من تير محررين من نصرة الأخبار من القائمين عليها ربكة عودة ونصرة الأخبار الإنجليزي زيد عودة وأيضا شيرين لطفي فمن حيهم جميعا منار عماري اللي بيجي بيحضر كمان يوم الثلاثة اللي بيصور الأدديس مريمون حتر خلدون هلسة ورند المدني وسناء اللوح وأيضا ميشيل الرزق وأناس السقا ومحمد وشاح ومين كمان أبونا نذكر كمان فيصل الدوود ونعمان القزعة وأيضا معنا إيهاب عماري وشباب ذكروني من كمان كمان رند رند المدني حكينا فكل الأشخاص وكل أصدقاء النورسات شبيبة الأردن الدرام المسيحية بنشكرهم كمان كلهم شبيبة الأردن بيح تحضيرهم للبزار أبونا أنا كمان شكري لإلك أبونا جورج يعني التزامك معنا محبتك على الموقع الألكتروني كمان نورسات جو دوت أورج أيضا كمان بإشرافه وإشراف صبايا من من مختلف الكنايس من مصر كمان عم بيساعدونا لبنان شكرا لكل العاملين في طاقم العامل في لبنان اللي بنقل خاصة برنامج صباحكم نور من الأردن وأيضا بث المباشر من برنامج عينون على المسرق اللي بيعملو أبونا نبيل حداد وأيضا مين؟ فادي رزق بفادي رزق برنامج التغيير فعلا برنامج آخر وإن شاء الله المزيد قادم إن شاء الله في السنة الجديدة صباحكم نور كل عام أنتم بخير وليد المسيح حليلوية هذه الحلقة قبل عيد الميلاد رح رح نحكي الآن نبث الفيديو الكليب الجديد اللي هذا أول ظهور لإله اللي هو في عنوانه ميلاد مجيد نعم شباب جاهزين كرتينة بعنوان نجمة في السماء ننتاج وانتاج نورسات وطبعا وإشراف شبيبة الأردن الدراما مسيحي هن هن اللي أشرفوا على وقاموا في هذا العمل استمتعوا إن شاء الله بتلاقي استمتاعكم فيها لهذه التغنيمة بتعطونا أراءكم لاحقا وعطينا البركة أبونا وننطلق في سلام المسيح نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم ذهبوا بسلام المسيح آمين ولد المسيح هللويا فمجدوه فمجدوه يا يسوع نجمي بالسماء عنوان ميلادك يا يسوع عنوان المحب أنت وحدك يا يسوع نجمي بالسماء عنوان ميلادك يا يسوع عنوان المحب أنت وحدك يا يسوع من ولد بمغارة صغيرة أنت وحدك يا يسوع من كان من عيلي فقيرة أنت أنت يا يسوع مين ولد بمغارة صغيرة انت وحدك يا يسوع مين كان من عيلي فقيرة انت انت يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع ظلوا المجوس سيشوفوا الطيف الياسوع خلاص النفوس انت وحدك يا يسوع ظلوا المجوس سيشوفوا الطيف الياسوع خلاص النفوس انت وحدك يا يسوع ولد بمغارة صغيرة انت وحدك يا يسوع مين كان من عيلي فقيرة انت انت يا يسوع مين ولد بمغارة صغيرة انت وحدك يا يسوع مين كان من عيلي فقيرة انت انت يا يسوع يا يسوع يا يسوع فرحة الدني في ولادة يسوع والعدرة بتاتني في طفلها يسوع فرحة الدنيا في ولادة يسوع والعدرة بتعتني في طفلها يسوع من ولد بمغارة صغيرة انت وحدك يا يسوع من كان من عيلي فقيرة انت انت يا يسوع من ولد بمغارة صغيرة انت وحدك يا يسوع من كان من عيلي فقيرة انت انت يا يسوع يا يسوع يا يسوع